احنا طبعاً بنبدأ معاكم وخلاص تعودنا على شكل برنامجنا الجديد بنبدأ بسؤالنا أو السؤال اللي حضراتكم بتبعتوه أو تقترحوه معانا دايماً على مدار الأسبوع وعلى صفحتنا على السوشيال ميديا النهاردة بنتكلم وبنسأل على حاجة لها مرتبطة بالوقت يعني احنا دايماً بنتكلم عن الكلمة أو الجملة بتاعة الوقت كالسيف اللي بتقطعه القطعك ودي العبارة الشهيرة طبعاً بنرددها على سنين طويلة عشان كمان بنتكلم دايماً عن قيمة الوقت وإزاي ممكن في كل حياتنا مش بس كمان على فكرة الوقت بيعتبر لي علاقة بالمذاكرة وكده لكن كمان لي علاقة بالشغل ولي علاقة بكل حاجة لكن احنا هنروح للمذاكرة فعلاً ودايماً بنسابق الوقت للأسف كتير مننا بيقعد لآخر وقت انه هو قبل الامتحان ويجمع المعلومات وا 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 لحد ما بيتزنق فعشان كده دايماً صراع الوقت ان احنا لو بدأنا وبيتقلنا دايماً من اول يوم لو ذاكرت من اول يوم انت هتبقى الدنيا سهلة عليك اول لما توصل لحد الامتحانات عشان تعرف تراجع في الاخ وده اللي بنركز فيه مع ولادنا واخواتنا الصغيرين ونقول لهم على موضوع المذاكرة ومنح اول ان احنا دايماً نعرفهم قيمة الوقت وانه لو ذاكر بدري هيقدر ان هو يوصل للموضوع ده انت كنت بتعملي ايه في موضوع المذاكرة ده ولاية محمود هو انا الحمد لله يعني كنت اعتبر الطالبة شطرة فكان عندي ميزة كده ان انا بعرف الام المنهج اي انا نسا لانا كنت بقول ولو في اخر الوقت بس يمكن زمان كانت المناهج مختلفة وطريقة المذاكرة مختلفة دلوقتي الدنيا بقت اصعب والتكنولوجيا كتير فالمعلومات كتيرة يعني انا بشوف دايماً ان هو دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه كل انسان مهم جداً انه يتابع واحدة بواحدة اللي بيحصل وياخد معلوماته واحدة واحدة ما يجمعهاش لحد اخر وقت احنا دايماً في صراع مع الوقت وكل مكان اللي احنا عايزين نحققه هدف قدامنا بنحاول نجريله ونروحله طب احنا ليه ما بنبتديش من الاول يعني احنا عارفين ان احنا عايزين ننجح في الامتحان مثلاً طب ليه ما بنبتديش نذكر يوم بيوم خصوصاً مع كم الاشغالات اللي بقت موجودة في حياتنا والمشاغل والانترنت والخروج والحاجات كتيرة قوي يمكن احنا زمان ما كانتش موجودة ده هيخدنا لشعار تاني هو فترة المدرسة وشعاركنا دايماً بنقوله لا تؤجل عمل اليوم الى الغد ده من اهم المبادئ اللي كان لازم او لازم الطالب يعتمد عليها في حياته يا محمود لحد دلوقتي ومن زمان عشان يكسب المعركة مع الوقت في رحلة الدراسة لان الوقت يعني فيه مواد كانت ممكن بنعرف نجمعها في وقت قليل بس كان فيه مواد نيجي ليلة الامتحان الليه الكم اللي بتعتمد على الكم متواصية بليلت الامتحان ذا أو يعني ليلة الامتحان اكتشف حاجات بيوت ذات ايام الجامعة اكتشف ان حاجات انا مش وهمة عنها اي حاجة وبالتالي خلاص يعني مفيش وقت يعني اللي هو بكلمة اللي ذاكر ذاكر فعلا خلاص هو مفيش وقت انا بقولك هي تقريبا بتبقى المواد اللي فيها معلومات كم هي سواء ليه علاقة بالتاريخ ليه علاقة يعني عارفة اه بالحفظ بالضبط كده المواد اللي فيها حفظ اكتر هي يمكن اللي بتاخد مننا وقت ومحتاجة فعلا نحن نطبق الشعارات الوقت كالسيف او لا تؤجل عمل اليوم الى الغد هي دي الحاجات اللي بتحتاج كده اه ممكن فيه مواد شوية اللي هي العلمية اللي فيها الرياضيات اللي فيها الفيزيا ممكن تبقى مؤتمدة على التفكير والزكاء وان انا لو حفظت القعدة المؤينة لا بس والله حتى دول يا محمود يعني دايما كانت الكامستري مثلا الكيميا والفيزيا كلها كانت بتعتمد على قوانين وكان صعب جدا انك تحصل كل القوانين دي قبل الامتحان بشوية او لانها كانت اكويشنز كلها وكلها يعني كان فيه الجدول اللي كنا بنحفظه بتاع الكيميا ده اسمى المركبات اه اللي هو انا فاكريا لحد لوقت كان جدول كبير اللي هو كان اختصارات السوديم والكالسيم ومش اعرفها الحاجات دي فطبعا لو من اول يوم مش متابعينه استحالة يتحفظ واستحالة كان حدها يجمع عشان يمكن طلبة بتاعت ادبي كانوا متعاوض يعني المناهج بتاعتهم بيبقى فيها شوية ممكن يقولوا معلومات من عندهم ممكن بيبقى فيها راغية شوية الفلسفة لكن الماث والرياضيات والفيزيا والكيميا الحاجات دي لازم تتابع واحدة بقى بس هنرجع تاني لقعدتنا بقى يا نوهة هو كده كده فعلا بجد اللي هيذكر من بدري واللي مش هيأجل كل شوية ويلود عليه يعني او يجمع حاجات كل الحاجة تبقى سهلة بالنسبة له سواء كانت بقى حاجات للحفظ او حاجات للفهمة او انها بتحتاج معلومات كله ليه علاقة بالوقت برضو محمود خليني اقول برضو للطلبة حاجة انه مش معنى ان صاحبك قادر انه هو يجمع كل المعلومات في وقت قليل بقى انت هتقدر على كده لان ربنا بيخلق كل واحد بحاجة معينة يمكن هو عنده القدرة فعلا انه هو يحصل كل المعلومات في وقت قليل بس انت ما يبقاش عندك القدرة دي زي ما انت مثلا كنتكم تعرف تحفظ هو ما بيعرفش يحفظ فهي بتبقى قدرات فما ينفعش ان احنا نقارن دايما نفسنا بصحابنا او ما هو ذاكر قبل انتحان بيوم ونجح ما فيش مقياس خالص للقصة دي يعني دايما انا كنت بقرار مختلف انه هو طبعا كده كده اصلا يعني ده الموضوع اللي ليه علاقة اكتر بالفروقات زي ما انا بقول الفروقات الشخصية ممكن تبقى يعني تبقى هي اللي مخلياني ان انا اشطر في حاجة او غيري فزي ما بتقول انها ما يبقاش فيه مقارنة ما يبقاش فيه ان هو بيعمل كده فانا يعمل كده وانتوا بقى اكتبونا على صفحتنا على الفيسبوك واكتبونا دايما ان انتوا موجودين معانا دايما اكتبونا انتوا فعلا ايه المواد اللي انتوا كنت بتقعدوا فيها بشكل كبير ايه المواد اللي انتوا كنتوا ممكن تلموها في يوم زي ما نوها بتقول بس هرجع برضو واقول ايه يا نوها نرجع بقى نقول للشكل العام او القاعدة العامة في ان هو اللي بينظم وقته يعني ده في كل حياتنا على الفكرة لو وراكي مشاوير لو ورانا يعني اي حاجة بقى اللي هو احنا بقى قلصنا في شغلنا بيبقى عندك مجموعة من المهام لو نظمت وقتك بشكل كويس كل حاجة تبقى سهلة لو مثلا مثلا انت عاليا يعني انا عارف احنا ممكن نخرج برا عن المذاكرة شوية لكن مثلا انت بيبقى فيه بعض الناس مثلا عندهم مناسبة فرح فييجوا ليشتروا اللبس قابليها بيوم ويقعدوا لا انا مش لقيا زنقت الوقت بالضبط في حاجاتي فهي الموضوع الوقت ده تنظيم الوقت يعني حتى يعني مثلا يبقى عندك معاد مع الدكتور وبتخلص شغلك ومحتاج تشتري مش عارفة ايه وبالضبط تنظيم الوقت فعلا بيفرق جدا بس هي الناس بتكسر يعني يقولك ايه ده لسه كمان 4 ايام مثلا فنيجي فجأة لا ايه ده بكرة فطبعا هو تنظيم الوقت من اهم الحاجات اللي فعلا هتساعد على انجاز كل حاجة في حياتنا بهدوء ومن غير عصبية ومن غير ما يبقى احنا مستعجلين دايما عشان نعملها وهننجزها في احسن حالتها بزبط شكرا